اكيد قوية ومطيرة نتيجتها غير متوقعة وبالمناسبة وللمرة المليون انا بقول لحضراتكم انه نتيجة هذه المباراة كسبنا اتغلبنا اتعدلنا لسه لن تكون هي الحاسمة في الدولي العام يعني ايه يعني لو انت ربنا كرمك وكسبت يوم الجمعة اه هتديك دفعة وحتديك ان انت بتقرب اكتر وان انت ممكن جدا لو كسبت المباراة كلمة اجلها تزيد الفارق الى اربع نقاط وكلام كتير جدا ولكن لسه لسه انت عندك 11 مباراة 11 مباراة منهم مباراةين ضد بيرميدز يعني لسه بعد المباراةين دول 9 مباراة او بعد المباراة ده لسه فيه 10 مباراة اخر فعشان كده انا بقول لحضراتكم من فضلكم مباراة مهمة جدا انت بتلاقي المنافس الوحيد اللي معاك دلوقتي هو نادي بيرميدز هو المنافس الوحيد والاوحد مع النادي الاهلي خلال هذه الفترة ما احترمنا لجميع الفرق طبعا لانه هي في النهاية انا هنا بتكلم على ارقام الفريق النادي الاهلي هو الافضل في افريقيا بدليل فوزه بدوري ابطال افريقي فريق بيرميدز هو الافضل او واحد من ال 3 اربع فرق الافضل الافضل في الدور المصري لانه زي ما حضراتكم شايفين هو الوحيد المنافس للنادي الاهلي بيرميدز هو الوحيد المنافس للنادي الاهلي بل بالعكس النادي الاهلي لسهله 3 مطشات ولا 4 مطشات مؤجلة لو كسبهم يعدي بيرميدز فانا باعتبر هذه المباراة مباراة قمة نتمنها ان تكون قمة حقيقية في كل شيء تكون بعيدة عن التعصب تكون بعيدة عن نرفازة الملعب لان لعبت الفريقين مهما كانت اللي بيحصل ولكن هما اصدقاء خارج الملعب قبل اي شيء مهما كانت شدة المنافسة ما تخلناش في مشاكل بين اللعيب ممكن انا اطلع مع حضراتكم اقولكم ان الهدف الاهداف اللي بتجيبها مباراة بيرميدز في بعض المباراة الاهداف اللي بتيجي وبيكسب بها بيرميدز في بعض المباراة فيها كلام كتير وفيها لغط كتير اخيرهم مباراة مبارح ترجمة نانسي قنقر